في هذا الفيديو سنذهب للمفيد مباشرة لكي نعرفوا الصرط والبعايير اللي اعتمدت هالدولة لكي يتمكنوا المسغلين لكي يديكلاريوا الوزراء ديالهم و هاد الاخيرين يستفدوا من الالفين درهم ديال ابريل و ماي و يونيو خليك معي في هذا الفيديو كنتكلم هنا على واحد مشروع ديال المرسوم القانون اللي تقدم به الوزير ديال الشغل و الايد الماد المهاني من اجل سن بعض تدابير الستثنائية لفائدة المشغلين اللي من خارطين في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي و الناس اللي خدامين عندهم و اللي تضروا من تدايات ديال تفشي جائحة كورونا كوفيد ديسنف فأول حاجة كيناهو انه باش الشركة او المقاولة صرح بالعمال ديالها وهذا العمال يستفدوا من ديك الالفين درهم بموجب شهر ابريل و ماي و يونيو و 2020 خس اولا ان الشركة او المقاولة تكون توقفات عن مزاولة النشاط ديالها بموجب قرار اداري اللي تختاتوا الدولة عملا بواحد المرسوم اللي خرج في 24 مارس اللي هو المرسوم ديال اعلان حالة الطوارئ الصحية اللي ما خلحت شي واحد يخرج يخدم وصيرتوا بالنسبة لبعض القطاعات كمثلا المقاعي او الحمامات الى غير ذلك خس زيادة على ذلك خس يكون رقم ديال الاعمال المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50% برسم كل شهر من الاشهر ديال ابريل و ماي و يونيو 2020 مقارنة برقم الاعمال اللي تصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019 هتش يعني انه الى كان هادك المشغيل او لهاديك الشركة او لهاديك المقاولة عندها واحد رقم اعمال صرحت به في العام الفائت في شهر ابريل كمثال صرحت بمئات مليون ديال الدرهم كرقم اعمال ف هاد شركة هدي باش ممكن تستفد و انها تصرح المستخدمين دياله انهم يستفدوا من الالفين درهم خصها ضروري تكون فقدات النص او اكتر من نص ديال رقم المعاملة ديالها من نفس الشهر كنقارنو دونك ابريل بابريل ماي بماي يونيو بيونيو من 2020 و 2019 اذا رجعوا لمثال هو انه الى كان في ابريل 2019 رقم المعاملة ديالها 100 مليون ديال الدرهم خصها في ابريل 2020 يكون رقم المعاملة ديالها 50 مليون ديال الدرهم او اقل هنا الشركة كيمكلها تستفد و كين شرط واحد اخر هو انه ما خصش يتعدى مجموع ديال عدد الاجراء و المتدربين كذلك وهذه يردوا لها البال لانه ما كنين يشغل الوزارة كين يحزى الى استاجيار هدوك الى استاجيار اللي حتى هما كانوا داخلين في الضمان الاجتماعي و مصرحين بهم في شهر فبراير 2020 حتى هما داخلين في هذا المجموع ديال 500 فرض يعني الى كان قل من 500 فرض و رقم المعاملات قل من 50% فالشركة او المقاولة ممكن انها تصرح بالعمال دياله اما الى تعدى عدد العاملين المشار اليهم في هذا الاكزامبل الول 500 فرض الى كانت الشركة عندها اكثر من 500 فرض او لا اذا انخفض رقم الاعمال المصرح به بواحد النسبة كتتراوح ما بين 25% و 50% يعني ما بطناش على 50% بقينا ما بين 25% و 50% فان الطلب ديال هاد المشغل كيتتعرض على واحد اللجنة وهذه اللجنة هذه كيتتالف من واحد الممتلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة او السلطات الحكومية اللي كتشرف على القطاع المعني مثلا القطاع الخدمات قطاع الصيد البحري قطاع كذا وكذلك كاين حتى الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيجوام اللي حتوه كيدخل طرف من بالاطراف اللي كتكون هاد اللجنة هادي وهاد اللجنة غديتعرض عليها الملف ديال هاد الشركة هادي وهي اللي غديتبط هي اللي غديتقول واش ممكن هاد الشركة تصرح بالعمال ديالها على اساس انهم عمال فقدوا العمل ديالهم مؤقتاً ويستحقوا ديك الالفين درهم او اللي لا هاد المشروع هادا غدي اهل السلطات الحكومية انها تحدد شكون هوم المشغلين اللي مكيعد تعتبروش فضعية صعبة يعني حيث كانين دبا مازالين شي مشغلين مثلاً ما عندهم شوضعية صعبة او مازالين خدامين اوقاع كانين اللي الخدمات ديالهم زادت نشطات اكتر مع هاد فيروس كورونا كذلك الحكومة والسلطات الحكومية بمجاب هذا القرار ممكن انها تقول بان شركة او مقاولة راها في وضعية صعبة رغم انها خدامة هاد شي غديدخلوا فيه بزال ديال الاعتبارات منهم اعتبارات ديال حجم المعاملات التجارية او لا رقم المعاملات المصرح بيه الى غير ذلك فاللخص الانسان ده بيعرف هو انه الى كنتي خدام في واحدة شركة او الى كنتي مول شركة ورقم المعاملات ديالك قل بك اكتر بخمسين في المية او اكتر نظروا على شهر ابريل و شهر ماي و شهر يونيو من 2020 مقارنة برقم المعاملات اللي صرحتي به شهر ابريل و ماي و يونيو 2019 وما كيتعداش مجموع العمال ديالك من بينهم المتدربين كذلك خمسمائة فارض فهنا ممكن اه ادفع الطالب ديالك عادي جدا ما كيتحساش مشكلة كين الحالة الثانية هو انه الى تعدى العدد العاملين خمسمائة فارض او لا الى انخافض رقم المعاملات من خمسة وعشرين في المية الخمسين في المية فهنا المشغل يدير واحد طالب الطالب دياله يعني فاش كيبشي كيعمر ديك الطالب ديال ديك اللاراسيون ديك اللاراسيون كازمشي عند واحد اللجنة و عندها الصلاحية انها تقول بانها واش ترفض او لا واش تقبل الطالب ديال المعني بالامرة لحد الان البوابة ديال الكوفيد 19.7s.ma اللي فيها المشغلين كي ديك اللارايو مستخدمين ديالهم فلحد الان هي مقفولة لغاية ان هذا القانون هذا اللي تم المصادقة عليه يخرج في الجاردة الرسمية حين اذن غادي تفتح يعني عادي ديك اللوسيد والناس غادي بديك اللارايو عادي جدا اتمنى تكونوا تستفتوا شكرا عن المتابعة ما تنسوش تباطر جاول الفيديو العجبكم و الى اللقاء اشتركوا في القناة